قامت دولة بتحويل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية بني سويف من محطة معالجة ثنائية إلى محطة معالجة ثلاثية وذلك لخدمة 14 قرية بمركز بني سويف خلال السنوات الماضية تبنت دولة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لمعالجة المياه وإعادة استخدامها في كافة ربوع الوطن هنا في محافظة بني سويف تم تحويل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتزمنت الشرقية من محطة معالجة ثنائية إلى محطة معالجة ثلاثية بطاقة بلغت 49 ألف متر مكعب يوميا في الشتاء و60 ألف متر مكعب يوميا في الصيف لتصبح واحدة من أكبر المحطات على مستوى المحافظة هنا على توجهات الدولة ودعم الدولة تم تحويل المحطة من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية المحطة بتخدم مدينة بني سويف وكرة بني سويف تبقى لتوجهات الدولة تم تحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية المحطة هنا بتستقبل في فصل الشتاء 49 ألف متر مكعب يوميا المحطة تم تطويرها وتحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية حيث يتم إعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة وري الأشجار ضمن استراتيجية التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي وتوفير بيئة صحية للمواطنين وحماية الموارد المائية المحطة كان لها الحظ الكبير أنها تكون من ضمن عدد ست محطات تم اختيارهم من خلال السيد رئيس الجمهورية لتحويلها من محطة معالجة ثنائية لمحطة معالجة ثلاثية محطة معالجة ثلاثية دي معالجة متقدمة لمياه الصرف الصحي الأدمي المحطة دي بتحويلها للمعالجة ثلاثية بقت كده من ضمن المحطات اللي يمكن استخدام المياه المعالجة بعد معالجتها في الزراعة وفقاً للكود الزراعي 2015 وتأتي المحطة ضمن اهتمامات وتوجهات الدولة بتحويل عدداً من المحطات الثنائية إلى ثلاثية وبلغت تكلفتها 300 مليون جنيه وتخدم 14 قرية بمركز بني سويف وسيتم دخول المحطة في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ورفع طاقتها إلى 100 ألف متر مكعب لتخدم 37 قرية